اشتركوا في القناة برئاسة معالي رئيس مجلس النواب ومعالي المستشار حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية حيث اشهد المسلم بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين من تطور الولماء في مختلف المراحل في ظل الاهتمام المستمر من جلالة ملك البلاد المعظم واخه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه معالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية كما اشار معالي لان استضافة مملكة البحرين للقمة العربية المقبلة ستشكل مرحلة جديدة للعمل العربي المشترك من جانبه اكد معالي المستشار حنف جبالي قصوصية وتميز العلاقات المصرية البحرينية وان ما يجمع البلدين الشقيقين من سمات المشتركة وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف تشكل نموذجا رائدا للعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة اشتركوا في القناة